عايزة بتدي حلقتي النهاردة بموضوع أحمد القندوسي وموضوع بيان النادي الأهلي وموضوع يحيى علي وأحمد يحيى الوكلاء اللي كنا بنسمع عنهم من أيام أمير مرتضى منصور وعلاقتهم بالسفر إمام عشور لميتلند وعلاقتهم بعودة إمام عشور للنادي الأهلي كنا بنسمع ساعتها إن إمام عشور جدد عقده وأمير مرضاش يفعل العقد ده كنا بنسمعه وسمعنا إن نادي الزمالك قرر إنه يبيع إمام عشور ومعملش أي إعادة بيع في العقد مرضاش يعمل أي إعادة يعني في حالة إعادة البيع الزمالك ياخد 20% 25% زي ما بيحصل في أي حتة في الدنيا وسمعنا أيضا إن يحيى علي وأحمد يحيى وأمير مرتضى مرضوش يكتبوا في العقد إنه ممنوع يرجع على الأهلي وإنه لو رجع على الأهلي مثلا إزا مالك ياخد له مليون دولار كل ده ما تكتبش كأن الموضوع بيتسهل لعودة إمام عشور لمصر بعد شهرين ثلاثة من احترافه طب حدا بيقول لي أنت بتفتح الموضوع دي دلوقتي ده خالد أقولك عشان أمير توفيق مبارح قال كلام خطير ومهم جدا قالك إحنا تواصلنا مع إمام عشور أول مسافر هناك تواصلنا معاه وكان عنده رغبة أكيدة إنه يرجع للنادي الأهلي بل كمان ما كانش عندنا أدنى شك إنه ممكن يخنى أو يرجع في كلامه الراجل كان عايز الأهلي وشاري الأهلي بصورة كبيرة جدا لكن إمام ما رجع عمل فيلم هندي وابتدى يجي الزمالك ويقول أنا عايز الزمالك وعنده إصابة وإصابة رهيبة وبيتمرن في الزمالك ثم انتقل للنادي الأهلي يحيى علي وأحمد يحيى ظهروا في الصورة بسبب موضوع أحمد القندوسي وقفوا جئنا إن يحيى علي وأحمد يحيى متداخلين في رفع قضية مع وكيل أحمد القندوسي السابق في الاتحاد الدولي بيطلبوا فيها أحمد القندوسي بمئة ألف دولار ما نعرفش الحقيقة فين لكن عندنا حقائق عايزين نفهمها قبل موضوع أحمد القندوسي نتكلم فيه كان في قصة بعد تقلق سوفيان رحيمي مع منتخب المغرب سواء في الأولمبيات وإحرازه هاتريك ضد منتخب مصر وأصبح هداف الأولمبيات ابتدت الناس تفتح قصة هو سوفيان رحيمي مجاشي النادي الأهلي ليه واتكلم فيها أمير توفيق مبارح وقال لك ميكي سؤوني كان رغبة بيرسي تاو يعني سوفيان رحيمي موسيماني ما كانش عايزه عكس الكلام اللي قاله الكابتن سيد عم حافيزي اللي موجود وقال بالعكس يعني موسيماني كان عايز سوفيان رحيمي بس كان فيه أمور أخرى منعت وجوده إحنا هنا في البرنامج من أسبوع أو أكتر اتكلمنا على موضوع سوفيان رحيمي بعد ما توصلنا مع مصادر قريبة جدا من اللاعب جدا جدا تعالوا نشوف إحنا قلنا إيه نرجع نكمل حوارنا يلا بينا ومناسبة سوفيان رحيمي يا جماعة كان فيه كده كابتن سيد عم حافيز كان طلع قال إن إن يعني الراجل ما جابش سوفيان رحيمي عشان خطر ميكي سوني لأ خالص طلع الكابتن شوبيل رد عليه وقال لك لأ الراجل كان سوفيان رحيمي الموضوع خلصان خلاص ولكن الراجل فضل ميكي سوني على سوفيان رحيمي صراحة أنا توصلت النهاردة لأن أنا كنت على علم بهذه القصة من بدري لأن كان وكيل سوفيان رحيمي هو نفس الوكيل أشرف بن شرقي كريم بلق يعني الوكيل أشرف بن شرقي من ثلاثة أربع سنين مجلزة مالك كان سوفيان رحيمي هو الوكيل برضو وهو اللي جاب أشرف بن شرقي وهو اللي كان متواجد مع سوفيان رحيمي في قصة النادي الأهلي ده من أربع سنين فأنا كنت على علم الموضوع ده من أربع سنين وقطعت الصلة دلوقتي مع كريم بلق ولكن حد بقى من المقربين جدا جدا من سوفيان رحيمي فاتسؤل يعني هو أنت رفضت النادي الأهلي وهل النادي الأهلي كان عارض عليك فقال كده بالنص يعني أنا اتعرض علي النادي الأهلي وكلام ده كان في شهر 11 أو 12 كان قبل الانتقالات الشتوية النادي الأهلي عارض وأنا كنت مرحب جدا بالانتقال للنادي الأهلي ثم فجأت بمكلمة من وكيل مصري شهير كلمني وقال لي النادي الأهلي عايزك وأنا وكيل كتير من لعبة الأهلي وأنا عايزك تمضي معي عشان تيجي الأهلي فسوفيان رحيمي قال له أنا عندي وكيل فقال له لا ما أنت عايز تيجي الأهلي هتيجي عن طريقي فسوفيان رحيمي قال له لا أنا آسف أنا عندي وكيل هو اللي متحكم فيه وأنا عامل عقد معاه وأنا مش هاجي عن طريقك خالص أنا هاجي عن طريق وكيلي المغربي فبعديها سوفيان رحيمي آفل القصة وكمان معلومة يعني أن موسيماني في ذاك الوقت كان الوكيل بتاعه مراته فامراته راح تمضت ميكي سوني وقالت لميكي سوني لا عايز تيجي طيب ده كان كلام على فكرة قبل ما القندوسي يطلع مع إبراهيم عبد الجواد ما كانش حد يعني بيتكلم على فكرة إن فيه وكيل بعينه وإن لازم أمضي مع وكيل عشان يجي النادي الأهلي ده كان كلام سوفيان رحيمي قبل ما موضوع القندوسي يكبر لإن القندوسي طلع بنفسه بقى قال هذا الكلام عالمهم سوفيان رحيمي جاي على فكرة قريبا يعني مع العين الإماراتي بعد أربع سنوات من هذه القصة عافية سوفيان رحيمي فضل في الانتقالات الشتوية مع الرجاء ولم ينتقل للعين إلا قبل ثلاثة أيام من قفل باب القيد ولعب مع الرجاء نهائي البطولة العربية أمام اتحاد جدة السعودي ثم انتقل للعين الإماراتي ويمكن الموسم الرابع مع العين الإماراتي دلوقتي وده كان حديث بيوريك هل الوكالاء دول بيتكلموا من نفسهم كده حاجة غريبة جدا ترجمة نانسي قنقر